المسألة الأمن الغذائي حقيقة مهمة جدا في دولنا العربية لا بد من الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة عربية ونعمم أي نموذج ناجح في أي دولة عربية لصالح الدول العربية كلها كالنموذج السدات المائية في تونست حيث تم استفادة منها في مجموعة من الدول في الأردن في العراق وفي لبنان حقيقة هناك مبادرات كبيرة من فخمة الرئيس السيسي زراعة 100 مليون غرس مثمرة مبادرة ولي العهد الحقيقة سموه ولي العهد هذه المبادرة هي الأولى في العالم والتي لزراعة 5 إلى 10 مليار غرس في السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر قدمنا أيضا نحن مجموعة من المشاريع ضمن هذه المبادرة وشاركنا بكوب 27 أيضا بقصص نجاح أكساد وإدارة المياه الجوفية والسطحية والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية من خلال برامج متقدمة جدا زراعة الزيتون ونشره في الدول العربية ووزعنا عشرات الألاف بالعكس مئات الألاف والملايين من غرس الزيتون إلى الدول وسنويا نوزع حسب طلب هذه الدول وخاصة ذات الانتاجية العالمة زيتون متحملة لجفاف والحرارة كالصوراني والقيسي وأيضا جلط وعندنا نحن مخبر الآن مخبر نسيجي البروتوكول لنا أول مرة يكون لدى المنطقة العربية أنه البروتوكول هو فعلا براءة اختراع لأكسان بصنفي المجهول واللولو الإماراتي الآن بدأنا بنواة صغيرة جدا بحدود 300 غرسة سيتم تجربتها في عدد من الدول العربية وأعتقد سنرسل جزءا منها إلى الصومال الآن نحن عم نشتغل على مجموعة الحقيقة من البرامج التي تعني بكسر العتبة الملحية بالنسبة للقمح والشعير والآن عدنا مجموعة من التجارب نجريها مع مركز بحوث الصحراء في جمهورية مصر العربية وأيضا مع وزارة الزراعة في مطروح عملنا مشروع كبير الحقيقة من المشاريع الهامة جدا في جمهورية مصر العربية الذي هو يكون نموذجا للدول العربية هو في منطقة سيوة في مطروح هذه المنطقة التي كانت تعاني كثيرا من التغدق والتغرق وبجانب نهر أو بحر الرمال الأعظم الذي كانت الرمال والغبار تؤثر بشكل كبير على هذه المنطقة من خلال حزمة من التقنات تم تنمية هذه المنطقة بشكل كبير جدا وهناك سلسل حقيقة من الصناعات الغذائية خاصة بالنسبة لمعاصر الزيتون والعلاف العضوية وأيضا بالنسبة للتمور وتغليفها وتعبئتها وتصديرها إلى باقي المناطر سواء في الداخل أو في المنطقة العربية مشروع الزراعة الحافظة هو المشاريع الهم جدا هو مشروع الزيرو تلج الذي من خلاله تستخدم حزمة من التقنات الحديثة والبسيطة أيضا من خلال المحافظة على بقايا المحصول ونشر وحصاد المياه وحراثة بسيطة جدا لا تجاوز 2 سنط نزرع القمح والشعير والذرة حيث أكثر من 200 ألف هكتار أصبحت الآن تزرع بهذه الطريقة في الدول العربية توفر أكثر من 40% في المحروقات توفر أكثر من 30% في المياه تحافظ على المياه الموجودة وتزيد في الانتاجين بين 15 و 20% إذن توفير في مستلزمات الانتاج وزيادة في الغلة سواء كان في القمح أو الشعير أو الذرة أو المحاصيل الصيفية أو المحاصيل الشتوية وإن شاء الله خلال العام القادم بعد أن تم اعتماد هذا المشروع في قمة الجزائر أن نتوسع في استخدام هذه التقنية في معظم الدول العربية ترجمة نانسي قنقر